المنتخب المصري الحقيقة كان بياخد غمار بطولة من اهم البطولات في تاريخه لانه مرتبطة باسم العاصمة الادارية الجديدة رمز الجمهورية الجديدة لرئيس الحشاشين سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات واحنا غايبين عنكو اللي حصل ان مصر اختارت احد ابنائها المخلصين الحقيقة المخلصين لمبارك والمخلصين للمجلس العسكري المخلصين للثورة المضادة والمخلصين لعبدالفتاح السيسي ونظامه الرجل الذي رفض ان يكتب اسمه كطرف ثاني لان الطرف الاول هو مصر في التعاقد ما بينه وما بين اتحاد الكرة لان ما يصحش الرجل اللي اخوه بيعيط في السلام الوطني وهو بيلعب ماتش ودي في استاد العاصمة الادارية الجديدة لسبب لا يعلمه احد الحقيقة كلنا بنتأثر من السلام الوطني بس في حالة من الاوفر الرجل الاوفر او التوأم الاوفر حسام وابراهيم حسن الاوفر في كل حالة الاوفر وهم بيلعبوا الاوفر وهم بيدربوا الاوفر بعد ما اعتزلوا والاوفر وهم بيدربوا منتخب مصر الحقيقة يعني فعايشين حالة من الوطنية اللي هي متمثلة في فكرة احنا رحنا لابن بلدنا اللي ضحى لجل بلده ولجل لا يعيش الانتصار ولا مش عارف ايه اللي غني اللي كانوا بيغنوها للسيسي حالة من السيساوية المصغرة في شخص التوأم حسن ويكأننا نعيش الزمان من جديد بعد 2013 انه المنقذ هو ده جماعة اللي هينقذنا هو ده الراجل اللي جاي عشان ينهض بالكرة المصرية قالوا له خد دي هو جاي لقى شبه منتخب بس قالوا له خد دي فهو قبل الوظيفة هو محدش استدعاء انتوا اللي استدعتوه هو ابدا ما كانش بيحلم بانه يبقى مدرب منتخب مصر اطلاقا انما هو دايما كان قاعد مستني الجماهير تطلبه فلما الجماهير طلبته بان على حقيقته الحقيقة لعب مطش مع نيوزيلندا كسب بين 1-0 وبعدين لعب مع كرواتيا خسر 4-2 لكن مش دي المشكلة المشكلة ان الحالة السيسوية بتاعة رئيس الحشاشين احنا عايشينها الكام يوم اللي فاتوا مع حسام حسن واذناب حسام حسن ما هو خلي بالك نموذج الحشاشين والاتباع بياخدوه copy paste في كل المجالات فاحنا دلوقتي عندنا عم فتاح سعيد خليل السيسي سيء الزكر ومعه عباس كامل ومعه الاتباع نعقت وإحمد موسى وشركاء وبعدين نزلنا خدنا النموذج ده على حسام حسن ومعه برايم حسن ومعهم الاتباع اللي هم احد اهم اتباعه او الشبيحة بتوعه او البلطجية بتوعه هو الكمبارس اللي كان زمان بيطلع في الكاميرا والملعب بشنب على اساس انه احد الجمهور وبعد كده ترقى بقى مراسل وبعد ما بقى مراسل بقى مزيع وهنعرف ما سيرته الى ان اصبح دلوقتي هو البلطجي اللي بيحابي على حسام حسن عزيز المواطن اعرف حضرتك بشخص كريه جدا الحقيقة على الوسط الرياضي اسمه مهيب عبدالهدي بصوا جماعة اي حد هينتقد الكابتن حسام حسن هيبقى مغرد مغرد ما بيحبش مصلحة مصر انا بقولها الكهوب الفهم المليان اي واحد ليه يا كابتن مهيب ليه اي حد هينتقد الكابتن حسام حسن هيبقى مغرد ليه هو الكابتن حسام حسن ده هو فخمت الرئيس الوحيد يا جماعة الوحيد في مصر اللي عنده الخاصية دي هو سيء الذكر رئيس الحشاشين مفيش حد تاني ماينفعش حد يشارك فخمت الرئيس في الموضوع ده الوحيد اللي لا اي حد بينتقده بيبقى مغرد هو فخمت الرئيس سيء الذكر رئيس الحشاشين عمفتاح سعيد خليل السيسي خلاص هي دي باجة على بعضها بقينا حفظنها بنقولها وبنعلمها للولاد في المدارس انما تقول لي حسام حسن ابن مين في مصر حسام حسن غرية كابتن مهيب انت اي العيم ما تعالش عن الحاجب يا بي قالوا لك انه جاي بقرار سيادي وعايزين ندفع عنه بس مش كده مش اي حد هينتقد الكابتن حسام حسن يبقى مغرد وعدو لمصر لا لا ماسمح لكش ده عادي جدا بتنتقد رئيس الوزراء عادي جدا بتنتقد اللي هو عباس انما الوحيد اللي لا يجرؤ احد وغير مسموح لقاحد انه ينتقده وإلا يبقى مغرد وعدو للوطن ما فخامت الرئيس انما تقول لي حسام حسن حسام حسن ايه مدرب وطني هيروح وييجي زي ايهاب جلال اللي انت كنت بتشتمه قبل كده وما كنتش مغرد ولا حاجة شفت لانه هو مدرب وطني انما فكرة تلبيس السيسي لشخص اي حاجة وتلبيس مصر لشخص اي حاجة يا جماعة ارحموا مصر بقا ارحموا مصر من اللزاجة بتاعتكو ارحموا مصر من السخافة والتمسح والتنطع بالوطنية اللي انتو بتعملوه مش منطق مش منطق ان كل واحد عنده سبوبة مدرب ولا مزيع ولا مش عارف ايه خلاص يقول لي ده مصر يا جماعة ايه وحد يقرب منه اللي قرب منه ياخد ده قال في الفيديو كمالته انه قرب من حسام حسن هياخد بالكزة على دماغه وكان قصده الجزمة نشوف كده مجموعة تغريدات على هذا الشيء الكريه مهيب عبدالهادي رامي بيقول لما يكون عندك هيك اعلام رياضي في مصر لا تستغرب اللي عم بيصير بين الادارة الفنية للمنتخب مع محمد صلاح فيه اشارة للازمة اللي ما بين حسام ومحمد صلاح اما حمزة فكتب مهيب عبدالهادي مصر لو بتلعب البرازيل النهاردة تكسب البرازيل اتحقوا على كلامي ايوة طبعا كرواتي دلوقتي تكسب البرازيل بسهول علي الجمل على طريق جورج بوش الابن فيما قلته الشهيرة من ليس معنا فواد الضنة خرج علينا المهيب الركني مهيب عبدالهادي مهددا متوعدا كل من ينتقد حسام حسام المدير الفني المنتخب الوطني بس الحقيقة جورج بوش ما قالش اللي مش معنا هياخد فوق دماغه انه الارهاب على انه الارهاب على طريقة مهيب طيب هذا المهيب عبدالهادي الدخيل على الوسط الرياضي حلو السجادة والله كان ليه فيديو زمان بيتكلم فيه على مدرب وطني برض اسمه ايهاب جلال بس ما كان لوش مصلحة معاه زي حسام حسن نتابع أليس حسام حسن والله ترى يا مهيب انك بتلقح على السيسي وانت مش واخد بالك ترى الفيديو ده لواحد مغرد من المغردين اللي ما بيحبوش حسام حسن خده واده لفخامة الرئيس سيء الذكر انت هتتنفخ والله اكتر من انت منفوخ يعني هتتنفخ نفخة سود لان انت ايه اللي ما انتش قدها ما تشلهاش ومش عارف ايه وبعدين واضح ان انت بينك وبين حسام مصلحة من زمان يعني من ايه باب جلال قلنا حسام حسن قلت وبلاش خلاص هتو ايه بجلال يعني واضح ان في حاجة احنا مش عارفينها للي ما يعرفش مين هذا الدخيل على الوسط الرياضي مهيب عبد الهادي تعالوا نتعرف على ابرز محطاته مسرته اللي مش محترمة كاعلامي رياضي الراجل ده تولد سنة الف تسعمائة اتنين وسبعين اما بالمناسبة الاخ اللي طالع فوق كتفه الشمال زي القتب ده طال عمره مش محطوط هنا اعتباطا هنعرف علاقته بيه في الاخر ويمكن هو ده اللي سنده اصلا يعني ما علاقة مهيب عبد الهادي بتركي الشيخ وحسام حسن لماذا يطيح مهيب عبد الهادي في الجميع ومين اللي بيحمين من هو ضهر مهيب عبد الهادي فعشان كده الزمله زي ما انت شايفين كده حطولكوا الصورة دي على طريقة العربي كده استعارة مكنية حطلك الصورة كده رسمة تعبيرية ان تركي هو ضهر مهيب عبد الهادي لانه شغال طبعا في ام بسي مصر زي ما انتوا عارفين مولود سنة اتنين وسبعين احترف كورت القدم الحمد لله انه ما حققه الشغرة وسعى ولا حد عرفه ولا شافه اعتزل اللعبة قبل ما يتجل الاعلام الرياضي كان شغالكم بارس بشنب بيطلع في الكاميرا في الملعب وبرامج رياضية هو قاعد في المدرج قال يعني مشو اخب باله بعدين اشتغل مراسل القناة الاولى بعدين قناة الحياة وكان فيه واقعة شعيرة جدا مع زميلو في قناة صدى البلد وهو بيعمل انترفيو مع كابتن فاتحي مبروك ام داخل مدي زميلو كدف قدام الكاميرا وزقه وحضن الضيف اللي هو كابتن فاتحي مبروك وعمل معه الحوار في لقطة بتعبر عن البلطاجي الصغير اللي عايش جواه واللي طفحوا علينا امبارح لما قالك اللي اقرب من حسام حسن هياخد بالجزمة الشخص ده لا ليه في المهنة ولا في المهنية ولا يعرف عنها بشيلن استضاف مرة لعب النادي المصري الياس الجلاصي وقال له انه هو في الفاصل وساب الولد يتكلم على الهوى ويقول رأيه في لعبة الزمالك ويكشف المفاوضات بتاعته مع الزمالك وحصلت ازمة كبيرة جدا بين اللعيب ده وبين النادي بتاعه وكان في مطالبة بمعاقبة الدخيل على الوسط الرياضي مهيب عبدالهادي ووقف برنامجه فعلا تم حالته للتحقيق ووقف برنامجه لفترة بعدين طال عمرو استقطبه وفتح له الابواب واصبح مهيب من الاعلاميين الرياضيين التابعين لطال عمرو تركي الشيخ وبيشتغل في قناة ام بي سي السعودية لكن السنة اللي فاتت كان عبارة عن كومبارس في برنامج رامس جلال هو واضح لمتعود يشتغل كومبارس في اي حتة فاشتغل كومبارس في برنامج رامس جلال عشان يوقع اللعيبة في البرنامج بتاعه وده عمل له مشاكل كبيرة مع كهرباء لعب النادي الاهلي عبدالناصر زيدان الاعلامي الرياضي دلوقتي مهيب عبدالهادي لان حسام حسن جاي بقرار سيادي زي ما الناس قالوا فهو دلوقتي من اشد المدافعين عن حسام وبيهدد اللي بينتقدوا انهم يتضربوا بالجزمة وانه اي حد هيدربوا اي ينتقدوا مش بيحب مصر وانسان مغرد نفس الاسلوب نفس القصة نفس الطريقة نفس الرواية نفس اسلوب الحشاشين والاتباع في رأس هو سيدهم اللي محدش بيقرب منه وفي اتباع بيطبلوله واي حد بيقرب فتغتلوه تضربوه بالجزمة تقتلوه مهيب عبدالهادي وحسام حسن هو قصة مصغرة لرئيس الحشاشين سيء الذكرى عبدالفتاح سعيد خليل السيسي والحشية والرجالة بتور